مرحبا بكم سماد الخميرة علميا من بين أقوى الأسمد الطبيعية التي يمكننا استخدامها لنباتاتنا بدون أي مشاكل منذ سنتين نزلت حلقة حول سماد الخميرة والنتيجة 3000 تعليق انقسمت بين مؤيد هذا السماد وبين معارض له اليوم ستعرف حقيقة سماد الخميرة وأصح طريقة لتحضيره واستعماله وفائدته للنبات في معلومات لن تجدها إلا في قناة بذرة وأعدك أنك ستواضب على استعمالها لنباتاتك عندما سترى النتيجة المبهرة أول شيء هو طريقة تحضير سماد الخميرة وأنصحكم بشدة باستعماله لنباتاتكم ببساطة لأن الخميرة والتي أضفنا الآن ملعقتان صغيرتان منها لواحد لتر ماء فهي عبارة عن كائنات حية مجهرية تتقاطر بسرعة عندما يتوفر السكر في بي أرطب لذلك سنضيف لواحد لتر ماء والذي أضفت إليه ملعقتان صغيرتان من الخميرة سنضيف أيضا ملعقة من السكر أول نصيح إذا كان لديك السكر البني السامل فهو أفضل من السكر الأبيض لأنه ببساطة خالي من الأسبا والمواد الكيميائية أما إذا كان لديك العسل الأسود فلا تضيف لا سكر أبيض ولا بني أضف نصف ملعقة سكر أسود إذن الآن لدينا لتر ماء مع ملعقتان صغيرتان خميرة وملعقة صغيرة سكر نحرك جيدا الخليط ونتركه لمدة ستة ساعات في مكان ضل ودافئ بعيدا عن الضوء حتى يتخمر الدراسات الأكاديمية تؤكد أن المقدار من الخميرة والسكر مع لتر ماء اختياري ما بين خمسة ملاعق إلى ملعقة واحدة وهذه التراكيز أؤكد أنها كلها علمية وصحيحة مرت الآن ستة ساعات ولاحظتم أني لم أغلق الوعاء لماذا؟ لأن الخميرة تطلق غاز تاني أكسيد الكربون فإذا أغلقتها فستنفجر الآن سمادنا جاهز والسؤال ما هي فائدته للنبات؟ هذا السماد أصدقائي غني بالمعادن والفيطامينات وبالأخص فيطامين باء هذا السماد مصدر قوي للأحماض الأمينية وإذا كنت مبتدئ فالأحماض الأمينية جد مهمة للنبات لأنها مسؤولة عن تكوين البروتين في غذاء النبات الخميرة تعطي هرمون السايتوكاينين ولا داعي لحفظ اسمه بل المهم أن تعرف أن هذا الهرمون هو هرمون نباتي يحط وينشط انقسام الخلايا وهذا معناه نبات قوي بداية من الجذور والأوراق والتزهير والثمار والآن ركزوا معي جيدا كثرة الشكاوي من سماد الخميرة هي بسبب الاستعمال الخاطئ وسأريكم الآن طريقة الاستعمال الآمنة والصحيح مثلا شتلات التينهات والتي زرعنا بالعقل تحتاج لمنشط لذلك سنسقي التربة يمكن أيضا رش الأوراق السقي يكون للنباتات الخارجية فقط أما الداخلية فعند سقيها يمكن أن تتجمع الحشرات وتتعفن التربة هل يخفف المحلول؟ نعم أنا الآن أستعمله لهذا النبات الذي بدأ يذبل مؤخرا قبل السقي أخذت فقط كأس واحد من اللتر الذي صنعناه الكأس أضفته لليتر ماء أعيد المحلول لا بد أن يخفف نأخذ منه كأس واحد ونخففه بليتر ماء ثم نسقي به أتمنى أن يكون الشرح واضح نبتة الفل ضعفت مؤخرا وأنا واثق أن سماد الخميرة هو الحل إذا كنت تزرع خضروات أو لديك أشجار فاكهة أو نباتات زينة صدقني إذا استعملت هذا المنشط ستتفاجأ بسرعة النمو وحجم الأوراق ستتفاجأ بحجم الثمار وستتفاجأ بغزارة التزهير وقوة الجذور هل هذا السماد عضوي؟ نعم الخميرة والعسل منشط عضوي آمن على صحة الإنسان والحيوان هل يخزن؟ لا استعمله مرة واحدة فقط ولا تخزنه متى استعمله صباحا أم مساء؟ في فصل الشتاء استعمله صباحا أما في فصل الصيف فاستعمله مساء؟ قد يتساءل أحدكم ويقول السكر سوف يجذب الحشرات ويفسد الزرع أبدا فأصلا السكر عند التخمر أي عندما سنترك المحلول لمدة ستة ساعات سيتخمر ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن الكائنات الحية في الخميرة غداؤها هو السكر كي تنشط وتسكاتر وتنقسم يعني أنه عند الري أو الرش بهذا السماد فلن يكون لدينا السكر وهذا جهد لكم وكي تعمل استفادة اكتبوا لنا في تعليق تجربتكم مع سماد الخميرة واكتبوا لنا النتيجة وسأتواصل معكم في قسم التعليقات للإجابة على أي سؤال أو أي نقطة لم أتضرق إليها أو نسيتها في حلقة اليوم 90% ممن يشاهد حلقات بذرة غير مشترك في القناة فهذا ظلم في حقي وفي المجهود الذي أقدم اشتركوا جزاكم الله خيرا وادعموا بذرة إلى اللقاء